حتى أقول لكم فلوسكم ما الراحت وحتى واحد باشر من يهجي ويقولون الفلوس اشتون ستصير وليش أكو أسباب الدولار هذا البوق خلي أدي لك بعلاوي اليوم دولة الرئيس علاوي حسته 3 مليار دولار 3 مليار و 350 مليون و 173 ألف دولار هاي مبلغ الحوالات الكلي التوتل النهاي للمستلم من مزاد العملة لصالح بنق علي غلام مصرف الشرق الأوسط 3 مليار 418 ألف 418 مليون و 888 ألف دولار بيطع قلب من الأرقام ولكم حتى لو تأكلون فلوس تتغدون فلوس تتعشون فلوس تسبحون بفلوس تنامون بفلوس تاكلون بفلوس تزعمون بفلوس تتبرضون بفلوس هاي الرادلها مليار سنة يلا تخلص أنا راح أكتفي بعرض المبالغ وبالوثيقة التي حصل عليها علي غلام ومصرف الشرق الأوسط فقط لسنة 2015 راح أبدأ من الوثيقة الأولى هاي الوثيقة الأولى ما مشتريه ابتدت المبيعات من سبعة ستة ألفين وخمسة عش علاوي مشتري بثمنتاش مليون دولار ثمانمية سبعة وسبعين مشتريات تقد بهذا اليوم ما عده المجموع ثمانتاش مليون وثمانمية وسبعة وسبعين سبعة ستة ثمانية ستة أيضا ثمانتاش مليون أربعمية وثمين وعشرين ألف دولار ما عده مشتريات تقد تسعة ما مشتري عشرة ما مشتري أهداش تسعتاش مليون وثمانمية وتسعين ألف دولار هاي الوثيقة أمامكم مشاهدين الكرام إلى أن أصل إلى واحد وثلاثين ستة ألفين وخمسة عش ما عده المهم في شهر حزيران السادس لوحده علي غلام مصرف الشرق الأوسط عنده حوالات من مزاد العملة ميتين واربعة مليون دولار وسبعين ألف مشتريات تقد كما تقول الوثيقة ما موجود المجموع الكلي ميتين واربعة مليون دولار ميتين واربعة مليون دولار مشتريات مصرف الشرق الأوسط التابع إلى علي غلام شهر ستة ألفين وخمسة عش شهر الثاني شباط شباط شهر الثاني ألفين وخمسة عش يا شباب أعرضوا الوثيقة علاوي بواحد شباط ما أخذ سبع ملايين دولار ما عده مشتريات تقد بالثاني ما أخذ ثلاثمائة ألف دولار ثلاثة أربعة مليون مية وخمسين ألف دولار خمسة ميت ألف دولار خمس ملايين خمسمائة ألف دولار قدامكم الوثيقة مشاهدين الكرام وخمسطاش ثمان ملايين أي ثمان ملايين دولار هاي الوثيقة اللي بعتها نعتذر يبين بها سواد هنا بس المهم أنا أقدر أنطيكم التوتل النهاي لمشتريات مصرف الشرق الأوسط إذا تجوني عليها يا شباب المجموع الكلي بشهر شباط مية واثنين مليون وسبعمية وخمسة وعشرين ألف دولار مشتريات تقد ما عنده فالنهاي نفسه مية واثنين مليون دولار أروح إلى مارج اللي هو شهر آذار ونشوف الشرق الأوسط بآذار مصرف الشرق الأوسط ما عنده مشتريات إجوز الولد عيد راحة وسياحة الأمور إعادة كذا ما أعرف المهم وراء أيضا هذه أنا ما واضح عندي هذا الوثيقة اللي هي إبرل اللي هو شهر الرابع هذه الوثيقة بشهر الرابع أيضا مشاهدي كرام إذا شوفوها تعذروني لأنه الطباعة أو تدرون انتشالت الحصول على الملفات هنا المبلغ النهاي 318 مليون و885 هالمرة عده مشتريات نقد اللي هي 600 ألف دولار فهذا الرقم على هذا الرقم مشتريات النقد ومبلغ الحوالات الكلي يطلع مشترياته بهذا الشهر بنيسان ثلاثمية أو تسعطاش مليون وخمسمية أو خمسة وثمانين ألف دولار خلا كمل تحملوني شوية بس رح أختصر لكم حتى أوصلكم للرقم اللي أنا ذكرته بالمقدمة هو جد ما أخذ خلال هاي السنة عندي شهر ما اللي هو آيار شهر الخامس شهر الخامس أكو مشتريات تقدم مئة ألف دولار والتوتل طالع أربعمية وداش مليون وسبعمية وخمسة وعشر دا تشوفون مشاهدين الكرام من شهر إلى شهر جاية تتصاعد الأرقام التي يحصل عليها مصر في الشرق الأوسط من مزاد العملة لأنه كما يبدو لي أنه الاتفاقات بدأت تصعد والتغاضي أيضا بدأ يصعد فمصر في الشرق الأوسط قد استغل هذا أروح إلى جون ألفين وخير اللي هو حزيران حزيران المجموع النهاية الوثيقة أمامكم قد تبدو الأرقام يعني غير واضحة لكن أنا أنطيكم الخلاصة والسادة المختصين في البنك المركزي الوثائق هي انشالت لكنه موجودة وهذه الأرقام هنا أربعمية وثمانتاش مليون وخمسمية وعشرين بجولاي اللي هو شهر تموز السابع هنا تموز السابع إذا تشوفون مشاهدين الكرام أكون مشتريات نقد بمية وخمسة وعشرين ألف دولار بواحد واحد سبعة وعطهم ثلاثم ألف دولار بخمسة سبعة وعطهم ميتين وخمسين ألف دولار بستة سبعة وعطهم مية وخمسة وعشرين ألف دولار بسبعة سبعة وعطهم مية وخمسة وعشرين بثمانية سبعة كذلك عطهم مشتريات نقد ثلاثم ألف دولار بثمعة و250 ألف دولار ب13 سبعة و250 ألف دولار ب15 سبعة المجموع المبلغ الكل صعير أنه اللي اشتره كنقد 350 ألف دولار ومبلغ الحوالات يطلع 385 مليون دولار أو 900 ألف هذا بشهر السابع أروح إلى أوغست اللي هو آب الثامن آب أيضا مثل ما تشوفون مشاهد الكرام بالوثاق اللي أمامكم أنه بمشتريات نقد يطلع المجموع الشهري لمصرف الشرق الأوسط في الثامن 609 مليون و270 ألف دولار أنا قلت لكم دا تلاحظون ويايز قدة الصاعد شوفوا السابع 385 مع مشتريات النقد الثامن 609 دا يتصاعد سبتمبر اللي هو أيلول التاسع بسبتمبر أيضا هناك مشتريات نقد 200 المجموع الكل يعني للي استلمي الشرق الأوسط 239 مليون و80 ألف دولار أكتوبر اللي احنا يجينا أكتوبر اللي وقلنا العاشر المجموع الكلي لهذا الشهر مع مشتريات النقد 251 مليون و80 ألف دولار نوفمبر اللي هو شهر نوفمبر مشتريات النقد هنا مشتريات النقد هواي هنا هواي هنا أول مرة يظهر هذا الرقم مشتري النقد بـ 18 مليون و400 ألف دولار مع مبلغ الحوالات صار 274 مليون و862 ألف دولار أبو البنج المركزي أدك شك بهاي الوثاق أسولف صح آني تقدر تتحظها ماشي أنا موجود ولك حق الرد ونقعد نتقابل أمقابل ظلم من أجل حقوق العراقي جايك بهواي طلايب لا تستعجل على رزقك آخر شهر اللي هو ديسمبر شهر 12 زين هاي عرفتها الحمدلله هنا الرقم ميتين واثنين مليون وسبعين ألف دولار خلصتاكم 12 شهر رح أن تكون بها بالتفصيل جد مبلغ الحوالات الكلي لسنة 2015 3 مليار و350 مليون و173 ألف دولار هاي مبلغ الحوالات الكلي التوتل النهاي للمستلم من مزاد العملة لصالح بانك علي وغلام مصرف الشرق الأوسط 3 مليار 418 ألف 418 مليون و888 ألف دولار بيطع قلب من الأرقام ولكم حتى لو تأكلون فلوس تتغدون فلوس تتعشون فلوس تسبحون بفلوس تنامون بفلوس تأكلون بفلوس تزمرون بفلوس تتبرضون بفلوس هاي الرادلها مليار سنة يلا تخلص بس أنا أقول لكم هذا من انتقام الله سبحانه وتعالى على أراضي العباده وأخسهم وأجبنهم وأتفاهم حينما يجعل منهم لصوصا لأهلهم ولشعبهم ولأبنائهم ولا يكتفون ولا يشبعون